قادي صدري مفتوح لرصاصة الطار اللي محياه راكي مش ده اللي جابك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبة زي اللي عملوها لا انت مش جاية تردي بتطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز طب وانا اضمن منين الكلام ده اقل له اديني امارة عشان عارف ابلع الكلمتين اشرب لك كوباية مية عشان تبلع واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية استني بس استني ما تاخدينيش على الحامي كده رواي اللي عندي خلص ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفك يعني انت شايف ان طارك عند النوح اللي لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش شابوه وهو بيقوله الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس ساعتها النوح ما كانش سمع حد كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه هو انت جاية تبراي غريب ولا جاية توراتي النوح لتنين يا فاندينا براقة غريب وطار ودين فرقابتي عمري ما هنساها لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي ما يلزمكش فضاها سيرة انت ست فصحية انها مشاكلك بميت راجل وشوق بقى اللي انت مسرحها وراي في كل حتة دي اعمل فيها ايه هلاقلها نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة ايه كده خلصت دورها اتفقنا والفتحة قال لي يخون العهد ويتوب عني يا ربينا تقريش لي امين انت تتجننت يا رمانة الشيطان ليقب معاك الدنيقة ورماكة في التهلكة حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده انت يا رمانة ايوانا ده راجل عينه زيخ ويده اطول من لسانه عايزنا اعمله ايه يعني اهشكه ولا زخزعه عشان يكاركر ما تحلوا عن نفوخي بقى لا 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 انت لا يمكن تكون رمانة اللي انا عرفها انت لازم يتعملك زار وتتريق انت اكيد ملبوسة يا اخي ولا ملبوسة ولا مكبوسة احلوا عني انتوا بس واسبوني فحالي قبل ما احل عنيك يا رمانة الامانة المهنية بتحتم علي ان انا وريكي عشان بس تعرف اللي بترفوسي عشانه النعمة بيعمل من وراك ايه وانت بتدقوني ليه يعني وانا مالي بس ايه رأيك حيث ان افندينا مزاجه عالي العالم عناب لا والبيت تبوسي ايه المزبطة على التراك اخر حلاوة طبعا البركة فيك ما هي تربية ايديك وانت ما تمرش فيك التربية ليه قصر في يومك اللي مش فايد ده احنا لسه في اوله اسمعيني يا رمانة انا عايزك تنتبه اللقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة فهماني ولا ايه انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني انا بس جاي انا وارك عشان اللي بيننا عايشوا بغاشا وما ينكرش البغاشا غير ولاد الحرام ربنا يبعدنا عنهم بقولك ايه يا مالت هي بوسي خرجت مع فاندينا ولا لا انا بعتلك الفيديو ده واتسقب عشان لما تفوي من الغيبوبة اللي انت فيها تبقب السلام يا نجمة مرسي شكرا لقيمة واضح انك بتحب المكان ده قوي يعني بعض سواعي كده بارتح فيه سواعي؟ ها لذكريات بقى زمان ايام كان فيه مزاج المزاج بقى كان بيجي هنا معمون بيجي معمين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ انهين؟ حفلة رجوعي البنت اللي كانت لازق فيك طول الحفلة وما ثبتكش خالص قال لا ده انت مركزة معايا من زمان بقى ما تطلعش فيها قوي قولي بقى هيامية واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت كنت بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك انت طلبتي مني اني مكدبش عليكي وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي قولي معايا حالا فيه؟ فيه مشوار مهم لازم ان نعمله قبل ما نتجوز السلام يا فلدينا السلام يا فلدينا يا كازوز تفضلي تفضلي واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتاتي ومنطقتي انا اتولدت هنا وتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا وعرفت ازاي بقى انا انا عايز اعرفك على حياتي انا وعدتك لا هكذب ولا خمب عليكي حاجة طب قولي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اوه في البيت ده هنا؟ اه وهدخلك داخل املوكي كمان امطني غمري معايا بركي العربية تعال اركاب ليش ايه ده يا خميس؟ ده يا ستي التوك دوك اصدق اليالو كاف يعني حاجة زي جيلة ايه اللي انت وانتين اقتراع ريز وديك؟ ايه كاف ايه كاف ايه كاف يا زوز يا زوز تعال انتفوتنا؟ جوري عايز حاجة؟ بس ابدين انا ما عاد نعملي كل اللي انت عايزهم أنا مش عاوز حاجة انا عاوز اعرف ميلي مع خميس دي لا دي ديف انا معرفه عاش ته ديفه؟ طب بالقز اللي قفندينها يستعواني ولا حاجة بالحضن يا ريحة الغاليين ازيك يا تان؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا امر يا أختي امر امر بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة حملة جديدة واحدة واحدة كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش كرامة مراتي مراتك؟ اه ازاي؟ معلش اصل صوتها بعافية شوي الف السلام عليك دي بقى يا ستي ميس فريدة بنت الراجل الكبير الباشر اصلي بالراحة حاجة جده يا لهوي يا أمه منقعدة في حالي هو حالك دا ايه يا بنت لهنا مش عارفكي ولا ايه؟ منقعدة كده ليه و لو يا بوزك مفيش حاجة زيانة اه ارفانة اي حاجة لا، الحكاية مش حكاية عرف ولا حكاية ازاها كل من بصتك في البلكونة اللي حجيب أجلك قديني سايبهالك، وسايبهالك القوضة كلها استني عندك هنا، أنا عايزة أفهم في إيه؟ إيه الحكاية؟ والتي فاكرة نفسك إنك كبرت علي خلاص انت عايزة أميني دلوقتي عايزة أعرف في إيه في مخك يوه يا بنتي يا دنايا، ما تزرزريش عليّ قوي كده قولك يا فوتنا يا حبيبتي، أعودي يا دنايا يا حبيبتي أنا خايف عليك والراجل اللي انت بص عليه لو جه بس الرجلين قابل الإيدين عشان ياخدك مش هنيرضى ليه بقى إن شاء الله؟ عشان ده لو حصل أخاف عليك يا دنايا تترميلي وانت لسه فايز الشباب طفي من بقك يا مربنا نجي من كل شر وينجيك من شر نفسك بس نفسي عارف مين اللي جات مع الحارة بس مش بقولك آخرتك إن شاء الله سر يا الصفرة طيب بقولك إيه؟ ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي إيه؟ يا بنتي فوقي خميسة متجوز مراته قامة بتتكلمش بس بتتعيبش وين اللي جاب سيرت مراته دلوقتي أنا عاوز أعرف مين اللي كانت معاه في الحارة يا لهوي، يا لهوي منك يا فوتنا حتجنينيني أكيد هيتجوزها أكيد دي عروسها أمال هتكون مني يعني أنا شفتهم وهي بتحدونها زي ما حضنتني زماني كانت بتعينها بس ده قالها عني مراته ماي لازم تعرف يا غايبة دي كانت ببصلي زي ما تكون زي ما تكون بتواسيني أعملي أعملي يا رب أنا كان لازم أسأله مندي لازم أقوله جاية ليه نفسي أتكلم بقى نفسي أصرخ نفسي حدي يحس بي وحتى لو اتكلمت هتكلم أقوله إيه يا رب يا رب مستوى العيلة مش قد كده ها؟ أنت كنت عارف إنه متجاوز؟ أوف كورس وما قلت ليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجاوز اتنين وكنت عارف إنه هو هيقولك أمه ست غريبة قوي أنا خفت منها بس مراته شكلها طي وزي الأمر يا فاري يا حبيبتي أنت اللي لازم تحسين الأمر وتاخدي قرارك هتجاوزه حتى لو كان على ضر مبسوطة على قل ما كذبش علي ودي حاجة تستخبه بس عايزك تفتكري إن أنت اللي خدت القرار بنفسك من غير أي ضغط مني مش عارف ليه لحد دلوقتي مش يمكن عشان خطرك أنا قلت كده برضه بس أنا بقى عندي شروط شروط يا حبيبتي زي ما أنت عايزة شروط يا حبيبتي وهو قلت كده آه لا عنده حق في دي مش لا حافظتها فانسي فانس فيانسي طيب أنا مضطرفة دلوقتي عشان أنا مداخل على لجنة باي باي رخصك 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 بطل غلاسة وقولي مين اللي كانت معاك دي مين اللي كانت معاك دي مين؟ الغندورة السيحة اللي رحت جبتها لنا وعملتلي فيها مرشة سيحة وعملت فراجها هنا وهنا وقال إيه في الآخر روحتها آه انت وصدك على ميس فريدة أيو 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 ده دي آخر السيحة موجودة عندنا في مصر وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منها منعرفتك عليها أيوة مين نيس فريدة؟ خطبتي باي فانسي في أي يا أخويا؟ فانسي ايه 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 علمتها لي باللغات في مينها؟ ده أنا لسه كنت عند حنتومة وهو حنتومة؟ حنتومة قالت لسه بتروح عند البيت الدجالة دي غلط كده يا شو انت أكيد بتهزع مش كده؟ أكيد عايز مصلحة من البيت دي وبعد كده حتخلص منها وأنا طبعا معاك زي ما هنجيب رجلة تانية ونخلص منها مش كده؟ تانية مين ورجلي مين؟ انت ايه وريني؟ يا انهار يا ربيا حرارة كم مرة قولنا بلاش نشاش ساعة ونخرج في الفسحة فسحة ايمل ومجرين ومكرز هقولك قتيل في البدة ليه كده يا شراني؟ كأنا زعلتك في حاجة أنا زعلتك في حاجة انت عايز إيه اللي بيت دي بالزبط؟ الجواز إن شاء الله على سنة الله ورسوله طب ولي بينا؟ بينا؟ بينا يا مرات الخال مرات الخال؟ دلوقتي بس يا أخوي افتكرت اني مرات الخال والشقة اللي على المحارة والفرش اللي حنفرشه سورا والهججان اللي حنهجه مع بعض إيه ده 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 إيه اللي بتقوليه ده اضطير فيه رئاب احنا صعايداً كل اللي هادر عملهولك اني هعمل نفسي كأني كأني ما سمعتش فاهمة؟ ونصيحة مني يا شو ما تخلنيش هلمحك ديني معقول يا بوسنة الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني انا مش قلتلك خميس ده وش الساعة من يوم ما خرج والايام بتخلع توبها لسود والفرح عرف طريق بيتنا دي فرحانة بالبيت ولا بالجوازها حاجها فرحانة بالحق اللي رجع لاصحاب وكرامة كرامة مالك حدد اسلاها على طرف والضرة اللي انت عجبها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعة والتانية بعجزها وخراسها كلامك مش مريحني يا بوسنة البيت تصلاها صعبان علي يا حاجة مهما كان دي امانة في القبيتنا بل يا بوسنة مش حاجة يا حاجة انا بس عايز اقولك ان عظم التربة لو علينا حق مش حنفتش في قديمه لا قديمه ولا جديده خلاص عادش فيه فايدة انت ليه عايز تدفي فرحاتي انا مش عايز تدفي فرحاتك ولا حاجة يا حاجة انا بصح بس اللي مات جواك قبل ما فوت القوان انا خاف لا فرحة زي دي تنسينا احنا مين ونبقى ايه لبعض احنا اخوات والدم اللي بيجري في عرقنا واحد وروحنا متشعلقة في بعض ايه وعاة تنسى الحقيقة دي يا بوسنة انا منسيتش يا حاجة بس الظاهر انت اللي انسيتي انسيت ايه؟ نسيت ان ابو كرامة ابا اخويا واخوكي موسيقى 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 يا شوق شوق مالك يا شوق انت مش سمعني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا جلوفة مين؟ اه زفتا ها؟ عالي صوتك مش سامع تقول ايه؟ انا رمانة يا خميس رمانة؟ اوعى تقفل الزكة في وجي فيه كلمتين مهمين لازم اقول هاملك لمصلحتك وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني لا مش هينفع في الطريفون انا حاطفة شي خميس ومش راجع بس قبل مامشي ليك مصلحة عندي اقول هالك وبعد كده مش هتشوف في وجي قابلني عند قبر ابو يا وامي انا هستنيك متعوقش يلا سلام الله عليك يا قبلة ده انا والمسحة في الشريف صدقتك ايه الحلوة دي؟ ايش طي يا بيت؟ عودي انتي هنا واستنييني طب نتاعديني معيك يا بقى كشافك في الضلمة الدنيا بقت ليل ومعادش امان يا أختي ما تخافيش علي اعمل انتي بس اللي بقولك عليها طب خدي بالك على روحك أسلام ومستنع طب ناكل في كشova طريقك خلاص ياومترى اللي عشتوا والسنين اللي فاتت مستنيها هيحصل واحهز الغريب عليها اخدو منبكره انت ناوي علي اى باراء؟ مفادي انا خلاص باح هينكتب له ‫اشاتتخ Trujote ميدون يا الليلة هتقدله؟ Achi تراكوي مش ده اللي انتي مستنياه اه اه بس بس ايه مالك مالك اتخذت كده لانا حتى قلت انك هتفروح لا 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 ولا حاجة بس بس خايف عليك متخفيش يا مطا متخفيش انا مش راجع غير ودم انا فانت انا مغاز اجري دوري عشان نقرى الفتحة نروح المريض وناخد عزاء واحنا رأسنا مرفوعها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمس ومع اين مجدام muchos ده ملعوب ولا حياة تجته لك لا يلا عندك وعايزين اعرفه انت هتسافلس عايح تسيب البلد فيها رمانة مترد علي ساكتها لي يا رمانة متعاتي لي مترد يا رمانة بتعاتي لي ليه الدموع دي طاعت على روحك يا فاندينا والله اعتوى لحد يستمع عليك متسلمين يا رمانة متسلمين متحدش يتحرق المتاحة متسلمين يا رمانة متسلمين يا رمانة متسلمين يا رمانة متفضلوا معايا متفضلوا بلاش متوب عينا ربنا وكده ان انا كل شمال متفضلوا متفضل يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب فيها إيه؟ ايه الصراحة دي عشان ايه؟ هي الايه مقامة اللي عددت؟ في ايه جدع؟ الحق انا يا معلم الحقيينة يا حاج يا جزي في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجة؟ ابن النوح كان عايز يعملها معاها بس الحكومة طبط وخطيتهم كلهم على المدرية تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكاة ورباية يا معلم بس يلبس انت الاول وتعالا نلوح له وفي السكة احكي لك كل حاجة هالي مش هاجعة لطولة يال زوز ايه واحك تعال ايه اللي حصل؟ المعلم براقة كان عامل فيلمة مع رمانة على خميس لعبة كده كانوا مستفينها مع بعض والظهر انها قلبت عليها رحت من سلمات اسليم اهالي للحكومة رمانة؟ مين رمانة دي؟ اه تكونش قصدك البيت الرقاسة دي؟ هي يا كبير وقت اتقفندينا واللي المعلم براقة ملموم عليها اليومين دول وقت نايل ريس كنت انت وانت كنت معا مريزة؟ كنت لدرجي من بايدة معالي واول الحكومة ما طبت علينا قلبت بالراحة كده عشان اجابلغ معاليك وما فين دي الوقت يعني ايه براقه؟ براقه يا حجة طلعوا براقه ما انت عارف ابنك ودماغه الناشفة معين الحكاية يا حجة كانت مكزبطة عالاخر وابن النوح كان هيلبس حكم جديد قوي بس افندنا بقى حن وقلبه رأ وطلعوا منها زي الشعرة ملعجينة ولا اجدعها بضرقنا لا الحكاية فيها انه خميس ما يعملش كده قوانطة في حاجة في دماغه دماغه ايه حاجة؟ بقى البنات تعمل كل دوت ويجي اضرب مفاكة في الليلة كلها صحيق لعبتها بحرفانة وجرت رجل براقه ولا اجدعها خروف وسلمته زي الكلب لفندنا وهو فن دلوقت وما جاش معاكل ايه؟ راح عشان يرد الجميل مش قلتلك قلبه رأ الرقصة تاني يا خميس انا مش مصدق روحي مهولة خميس رجال واعد عالكنبة في بيتي كمان واحدوني يا خميس واحدوني عشان اصدق مالك يا خميس انت لسه شايل مني ولا ايه؟ ده انا رمانة العشق اللي سكن روحك مش تاكلامك ولا ايه؟ رمانت الميزان في سوق الحلاوة مش انت اللي بتقوللي كده انت نسيت ولا ايه يا فندينة ايه المشكلة اني مش قدر انسى انت عايزت انساني يا خميس؟ انت عارفة كويس ان عايز انسى ايه؟ اللي انا عارفة اني حطيت روحي على كافي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك حاولت اكفر عن غلطة عملتها غصب وقلت حيلة دفعت عمري تمنها كل ده ما يخلكش ترقق وتسامح شاكلنا هنمدي ورقتين ورقتين ايه؟ ورقتين دول دول ورقتين جهاز خليت بدران مكتموا شاوزين دولانا شرود من وضيت الهو من وضيت الهو بجد يا خميس هتتجوزني بجد ايه الهبل ده؟ هتوقعي ولا ارجع في كلامي؟ يا لهوي ده روقعت من اول ما شوفك هنا يا اخويا صح؟ اه 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 يا كلامة طمين يا معال براقة عمل ايه؟ ودوه فيه؟ ما ترد علي يا معال جوزك للمرة المليون يليب في الحبلة حوالين رقابتنا ويسيبه في ايد خميس عشان يفضل يشد يشد لحد ما روحنا تطلع مع انه كان وعدني هيجيب طوار غريب الليلة ما كله منك انتي انتي ترجعوني عشرة اعمل ايه؟ يعني هو فين دلوقت طميني بالكتير الصبح حيكون عندك جاتكم الهم كلكم حبيبي حياتي خمستي يا احلى ليلة جمعة ما تسحى بقى انا فين؟ انت فين ده ايه؟ انت عندي رمانة حبيبتك اه اخلاص دي الساعة كامة؟ طب صبح الاول ورمي بأيادك بكلمة حالوة يا بنت بتميش نكرة للجميل بقى وهو فيه اطعم ولا الاز ولا احلى من ليلة مبارح طب ما انت فاكر اهو اختشي بقى عشان بككسف هموت فيكسوف انا ومزاجه 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 تربيت ايديك يا فاندينا ورمانة ما بتكذبش يا بنت تلكوتة ربتي لحظة لحظة واحدة ما كانش ده بقى حالي اخسى عليك يا بنت مغزر 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 تصدق ان انت وكنت وحشني قوي شفت بقى انك ما تربيتيش مش بقولك تربيتك يا رمانة بنتعاشيش فدماغلواحد كده كأنك أفيونة لأ أفيونة إيه إيه إحنا نضرب شغلنا بقى وإلى إيه فارش أفغاني أوريجينال من اللي هو الطالي الملاولي وده والنبي بنا فهم حاجة بس بحبك يا فانتيني وأنا معاك بحس إن كل حتة فيها كده على راحتها أول ما تبعد عني بحس إن أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا ده أنت عباسة كلنا فوقك يلا نقوم بقى نشوف حالنا أولي إيه؟ إيه؟ يا ما أنت فيك كلمتين عايز أقولهم لك عايز أقولهم برا طب ما تقولهم هانا ماشي وبعدين كلمتين إيه دول؟ أوعى تكون ناوي تخلع مني لا 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 الكلام الفاضي ده أنا هتجاوز يا رموانا يلا هرسود ومنايل هتتجاوز تاني يا خميس هتقول لي داني؟ أنت ليه يا أخدا الموضوع على محمل شخصي كده يا بيت ده جاوز مصلحة الرجل جات فيها غصبة عني إيه؟ غلطة وندمان عليها؟ لا خليكي فعباسة أحسن مكيش دعوة خالص بغاني للفنان المحترم هاني شهدر لأن كل ألبوناته عندي يا بيت دي بيت العمروتي باشا دي واس بيزنس يعني مصلحة بيت العمروتي؟ أه، بس أنت ملكش فيه أنت ملكش فيه ولا ميت بيت عمروتي تعرف تزحزحك حدة من ألبي قافش أنت في روحي رموانت المزينة بيت مع ضعضة في ألبي ولا يمكن تخرجي منه ولا في فرقة طبل بلدي لمواغزة يعني إيش مبروك I love you يا رموان أنت ناوي تسلميني ولا إيه؟ يرد الفعل الغريب ده؟ أنا عملت اللي علي وحذرتك فاكرة لما قلتلك إن اسمه بوسنة لازما يعيش ووجبت معاك ياما علشان تتجدعاني وبطنك تجيب لكن ما حصلش يبقى أنا عدان العيب وعملت الأصول عايزك تعقالي وتركازي وتوزني الأمور صحة أنت لأول واحدة ولا آخر واحدة جوزها يتجوز عليها ويجيب لها درة تعيش معاها وفي الآخر أنت عايشة في بيتة فندينة وكلها يومين ولا تلاتة ونرجع للبيت الكبير والبيت ده واسع والخيل ترمح فيه ما أنت دايساه وعرفاه وفي البراح كل شيء بيتدارك وفي البراحة اوعي عقلك يوزك تنكد على جوزك لما ييجي عايزاه ما يفتكرش إلا دحكتك وابتسامتك وإنك أنت خايفة عليه وتتمنيله الخير والسعادة بنات الأصول هم اللي يفرحوا الفرح جوازهم وإنت بنت أصول موسيقى ما تحولش الحكاية لطار شخصي أنت يمكن تكون أخطقت مرة أو اتنين لكن أخطر حاجة بتواجه زابط الشرطة أنه بيوصل للحظة ما بيعرفش يفرق فيها ما بين مشاعره وبين وجبه وإنت كزابط شرطة واجبك يحتم عليك أنك تكون على الحياة تماماً حتى لو كان عندك مشاعر حب أو كره لأي طرف من الأطراف سدقني يا فندم اللي بطلبه من ساعتك ده ملوش آية علىها قبطار بيني وبين النوحة وأفندينا الحكاية كلها أنها خطة في دماغي نربج بيها السوق ونوطر بيها الناس دي يخرجوا من الشقوق نعرف موصلوا العمليات دي مكلفة جداً يا آسر وأنت لسه أنا عارف يا فندم بس أنا المرة دي حنبتدي بشكل مختلف خالص إحنا هنبتدي بالشقوق والغرز والدواليب ضربة تحت الحزام للكبار يعني وأنا متأكد أن الدربة دي هتوترهم جداً ده ملف يا فندم بكل تفاصيل الخطة أنا موافق يا أسر ربنا معك تحكري فندم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر